فلوسك بتروح فين؟ لو عاوز تقرر فلوس الضرائب اللي بتدفعها بتروح فين؟ انا هقولك اللي الحكومة هتصرفه في موازنة 2016-2017 61 مليار جنيه لمشروعات الاسكان الاجتماعي 1.5 مليار جنيه عشان تطوير العشوائيات 1.2 مليار جنيه لتطوير القرى الفائدة 3.9 مليار جنيه عشان متر الأنفاء 12.3 مليار جنيه لقطاع النقل 6.4 مليار جنيه عشان محطات الصف الصحيح 4.5 مليار جنيه لمحطات المليار 8.3 مليار جنيه عشان محطات الكهرباء الجديدة 1.1 مليار جنيه عشان زراعة المليون ونصف الده والخلاصة يعني عند كده حوالي 92 مليار جنيه عشان البنية الأساسية اللي هي الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية وقطاع النقل ومشروعات المياه والري والتنمية الزراعية اجمال الانفاق على قطاع التعليم 104 مليار جنيه اجمال الانفاق على قطاع الصحة 49 مليار جنيه تجموع مصروفات الدولة السنائية حوالي تريليون جنيه ربعها بيروح على مراتبات والربع للدعم والمزايا الاجتماعية وحوالي 15% بيصرف على الانتسامرات بس ده برضو مش كفاية وكلنا عاوزين بلدنا تكبر وتبقى احسن وتقدم خدمات اكتر طب الدولة الجيد منين بدل ما نستلفوا مش واجب برضو ننفق ونشتغل عشان نكسب وندفع اللي علينا الدرايب دي مش كفاية الدرايب عشان يبقى عندنا فلوس كفاية نصرف بيها على بلدنا بالجهود كويس الموضوع يعني فعلا مبسط والاسلوب نفسه اللي بيتقال بيزي محرج قلت العمية اعتقد تبقى يعني ادعى للناس تفهم او الموضوع يوصل بشكل اسرع وسهو دايما يعني ده مثال كان فيه دايما حرب بين الدريبة والناس يقول لك انتوا فلوسنا بتاخدوها بتعانوا بيها ايه مش شايفين حاجة بتتعامل لا مش عايزين ندفع درايب مع انه يعني الدرايب دي في كل الدول يعني شقة اساسي من موارد الدولة وللأسف يعني احنا هنا بنتبقى فيه ناس كده بتهرب منها فهلوة يعني وعاوز يخبي عشان وطبعا المقولة السائدة مفيش حاجة بتتعامل فالحكومة عارفة ان ده مش كفاية بس هتجيب منين بقى لازم يعني احنا المقصود من الفيديو ده احنا لازم نشتغل ننتج نكسب وندفع درايب ما توجهلكوش لوم مثلا فيوقات ان انتوا كده بتبرروا للدولة او ببرروا للحكومة او يعني واخديني الاتجاه ده بس اتوجه طبعا مفيش شك يعني اتوجه انه انت اي حاجة بتقول عاوزين ناخد ندعم حاجة بتتعمل من الدولة بتعملها فطبعا نتوجه لهم يعني بس احنا بنتكلم بمنطق يعني احنا بنتكلم سياسيا ابدا بنتكلم اقصاديا بس انه انت محرضك معاك الف جنيه وعاوز تعمل حاجات تلات تلاف جنيه فهجيب منين؟ اخترح فالشخص اللي بيعارض لازم يقدم حل فالحلول اللي موجودة كلها بتقوم ان احنا ننمي موارد الدولة وده مش شغل بتعمل في يوم وليلة ده بتعمل في سنين عشان نوصل للهدف ده طيب فكرة الموازنة العامة للدولة ناس كتير يعني بتسأل يعني ايه موازنة عامة بتتحسب ازاي لو حضرك عايز تبسطها لنا دولتك تقولين ايه هو احنا عملناه برضو فيديو بيتامع عن الموازنة العامة بيقول انتو لو شخص داخله في الشهر الفين جنيه ومصاريفه تلات تلاف جنيه فبقى عنده عجز الف جنيه العجز ده عشان يحلو ياما يشتغل ساعات اضافية ياما يستلف ويعمل جمعية ياما يوفر في مصاريفه فالتلاتة دول بالزبط اللي الدولة بتعملها لان هو ده ده ارادات وده مصاريفه فلازم يعمل تاتة من دول يعني الموازنة هي ارادات ومصرفات وازاي اعمل توازن ما بينهم يعني وازن الموضوع واشوف ده هيجي من فين وده هيطلع فيه فهو مطلوب دايما ان احنا نزود ارادات نحنا نرشد مصرفات ما هو ما نفعش ما نصرفش بس نرشد المصرفات بتاعتنا وموضوع الاقراض ده موضوع يعني ناس تعمل جمعية تستلف عشان يعدي مرحلة ويقدر بس ما يعش عليها على طول يعني احنا لأسف الازمة تركمت عندنا من سنين طويلة يعني ده مش ناتج تاتة 4 سنين اللي فاتوا اي نعم هم اثروا سلبيا جدا على الدولة بس ده ناتج 40 سنة بتاخد قروض كان قرار قبل كده قرار سياسي مش اخصادي يعني الانظمة الحاكمة مش عاوز الشعب يزعل فيروح ايه مش يسكته ما يعليش عليه اسعار حاجة يستلف فلوس عشان انت عارف حدك لما يكون انت في البيت والاولاد مش عاوز تزعلهم بتجامل يعني اه فانت بتجيب لهم لهم عاوزينه بس بتستلف ما عندهش مصدر داخل في حين بقى انه الاولاد دي لما يجبرهم مش هيلقوا ليهم بيت يسكونوا فيه مثلا البنت مش عاوز تتجوز هيبقى لو في الاخر والدهم سايب لهم ديون وتركة صعبة ده السبب في الوضع الاقتصادي دلوقتي اللي هو بيجرى في بعض الاصلاحات طبعا يعني التركة كانت سخيلة ومؤجلة الحلول ديت يعني الاقتصادية اللي بتتعمل دلوقتي مثلا ضريبة القيمة مضافة دي كان مفروط الطبق في اي 2 و 5 وتأجلت عشان انتخابات اياميها متنزلش وتأجلت لحد مفروط كانت تنزل بعد قبل متدخل فترة الثورة وحصلت الثورة فتأجلت حتى الان فدي كلها حاجات مؤجلة خلينا اسأل حضرك بكلام الناس كده ناس كتير كانوا بتتكلم حول يعني قرد صندوق النقد وكانوا بيقولوا ان يعني هو السبب الرئيسي في مشكلة الدعم وان كانت مصر في غنى عن القرد ده حضرتك لو هتبسط لنا المعلومة تقول لنا ايه اللي انا كنت لسه بحكيه لحضرتك ده الاجراءات كلها اللي بتتعمل دلوقتي التعويم وترشيد الدعم كل ده من سنة 1974 متخطط له متخطط له لانه مش طبيعي ان حضرتك تقعد تدي دعم للمستحق وما استحقش يعني هي الفكرة مش بس يعني مش كده يعني هقولك اللي بيدور في كلام الناس بالزبط مش فكرة ان احنا عايزين ناخد القرد ده فهو ده تأثيره على الموضوع وانحنا في جنى عن القرد او ممكن مصر يتتخذ اي اجراء اخر جير موضوع القرد القرد حضرتك الهدف الاساسي منه مش الفلوس اللي دخل منه لانه احنا بدخلنا الفلوس اكتر منه بكتير الهدف منه القرد ده انه ده شهادة صلاحية لثقة المستسبة في الاقتصاد المصري انه طرمع السندوق الناد الدولي وراء البنك وراء مؤسسة التومية الدولية كلها وافقوا من دولك قرد معناه ان هما بيسقوا في اقتصادك ان انت طرد ترد القرد ده زي ما حالك تتعامل مثلا مع اكبر الممولين في مصر تاخد منه قرد فصغير الممولين هيدو لك يعني مش الغرض من القرد الفلوس لا الغرض الاساسي شهادة الصلاحية اللي هي بناء عليها على طول زي ما حالك شفت البورصة ارتفعت لمؤشر تاريخي ما حصلش وكانت اعلى مؤشرات في العالم كله كانت في مصر فده فورا بعد موضوع تقرار التعويم النقطة التانية ان قرار التعويم ده كان عامل حاجز بينك وبين المستثمرين برا يعني انت الهدف عندك في الاخر اقتصاديا ان انت تنمي دخول الناس يعني انا قلت حدثك مش الهدف ان احنا نخفض الاسعار ده هدف سيء الهدف ان احنا نزود الدخل فبالتاني تصرف برحتك لو الاسعار يعني تكون عليها بس الدخل زيد طيب الناس برضو اكيد بيسألوا دلوقتي طيب هنوصل للمرحلة دي امتى يعني هنوصل لمرحلة ان المستثمر يدخل واقدر دخلي كمان يزيد عشان اقدر اتعامل مع زيادة الاسعار هما كل اللي شافوه دلوقتي الاجراءات طيب المستثمر يدخل ده لازم يمهده الطريق عشان يدخل صح؟ بالزبط من ضمن حاجات تمهد الطريق فيه عند حاجاتك تشريعات قوانين من سنة 1940 بتتعدل فيه عند حاجاتك سياسات واجراءات بتتعمل عخيمة جدا بروقراطية وفساد كل دي كد عامل صد بين المستثمر فيه مبشرات دلوقتي نقدر نقلوها للناس؟ يعني فيه مبشرات مثلا ان فيه مجال تفتح في الاستثمار مثلا فيه مجال كزا فيه قطاع كزا؟ اول حاجة حضرتك قريبا من نصر هتبقى مصدر طاقة للشرق الاوسط كله المنطقة بتاعتنا كلها من كل كتر مشروعات الطاقة اللي بتعمل فيه تاني حاجة انه ارتفاع البورصة ده مؤشر لسخة المستثمر للدخول تالت حاجة كمية الاراضي اللي خصصت للصناعة اللي طرحت ملايين الامطار طرحت للناس وبتسهيلات كبيرة جدا انه هم يفتتحوا فيها مصنع ومشروعات التسويق اللي احنا بنعمله خارجيا عشان نزوق الفرص الاستثمارية ده ضخم جدا وبدأت فعلا تدخل استثمارات كبيرة بس السؤال بقى امتى احنا نحس بدا حضرتك دي دورة بتحصل انت واحد خد ارض وبعدين يبدأ يعمل وخططاتها وبعدين يبدأ يبني وجيب المكان وعين الناس فدي دورة هتاخد لها سنة سنتين علشان تتم يعني لو واحد واخد شقة مع المحارة عاوز يجهز يحطلوه ست شهور عابلها فبالك مصنع بيشغل عشد تلاف عام اللي يحصل فيها اختفاء خلص فقد ايه بس سأصد بيبقى فيه توقعات برضو او ارهاصات كده ان مثلا احنا في خلال كذا الناس تتحس فيبقى هو لما حضرتك بتقوله او بتشرح له او بتذكر له الموضوع حتى ببساطة يبقى هو اكثر قدر على الاستيعاب البرنامج الازلي يعني فوائد الاصلاح اللي عملها بتحصل فيه فوائد فورية بتحصل زي مثلا طروحات عاملينها مشاعات صغيرة ومتوسطة للشباب هتنزل كمان شهرين يعني خلال الشهور اللي جاية هتلاقي فيه مصانع كتيرة جدا بتتفتح وتملك للشباب خويس؟ ابا كما مشوعات الضخمة مشوعات الضخمة دي اللي بان اثارها على ملايين الناس دي على الاقل هتاخد لها من سنة الى سنة ونص سنتين طيب فيه اتجاه دلوقتي لتخفيض الدعم او يعني ناس كتير كمواطنين متخوفين من إلغاء الدعم حضرتك لو هتطمنوا تقولهم ايه هو مش إلغاء دعم حضرتك هو ترشيد دعم يعني اللي يستحق بس هو اللي ياخد يعني هو مش هتلغى انه محدش ياخد دعم لانه احنا عندنا طبقات فقيرة جدا تستحق الدعم استحق الدعم كمان من كل المصريين يعني مش من الدولة بس فهو النقطة انه انا ماجيش الاقي واحد ركب عربية تمانية اتنين مليون جنيه واددي له ده بنزين مدعم ماجيش سفارة من السفارات عندها عربية تمانية سلندر بتحرق بنزين واددي له بنزين مدعم ده مش منطقي حد مقتدر وغني ومعه بطاقة تموين انه حضرتك بياخد حق بتاع حد تاني اولى به فهو نقطة كلها اللي بيدرس حاليا انه ازاي انا ادي الدعم لمستحق فقط غير المستحق ده هو يقدر يعني ما ينفعش ياخد حاجة مش بتاعته طب ايه اكتر الاسئلة بتيجي لحضراتكم يعني في المجال الاقتصادي ده ايه اكتر الحاجات اللي يعني ممكن تكون غايبة على الناس اه 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 طبعا حسب حديث الساعة يعني لكن احنا بنحاول نشرح الموضوع قبل ما الناس يبقى صعبة لهم يعني جيه موضوع التعويم موضوع الدعم موضوع اتخاء مؤشرات الجورسة اللي بتحصل فاحنا يعني كلهم مرتبطين ببعضي ان نقدر كده من خلال مثلا فقرة زي النهاردة دي نطلع منها ان كل المواضيع دي مرتبطة ببعض وان في النهاية هي سلسلة اجراءات كسببت مثلا في وضع مثلا الاقتصادي ممكن يكون صعب على الناس دلوقتي لكن هو منتظر منه من خلال الاجراءات دي اه ناتج بعد كده خلي بقى حضرتك سلوك المواطنين بيزود الازمة يعني احنا ركزنا في جانب من عندنا برضو على سلوك المواطن نفسه في استهلاكه يعني اما حصلت قزمة السكر الاخيرة مثلا جزء منها كان المواطن والتاجر التاجر الجشع بيخبي السكر المواطن عاوز ياخد اكبر كمية لتفيد عن حتياجه عشان خاف لا يخص من عنده فيأثر على جاره التاني اللي معرفش يحوش زي ما ده حوش يعني سلوك المواطن بيتدخل سلبا هنا طبعا بيزود الازمة طيب نشوف كده فيديو عن سلوك المواطن في استخدامه للبنزين او للمواصلات يعني بشكل عام ونكمل دول تلاتة صحاب سكنين في منطقة واحدة وبيروحوا نفس الكلية مش فارق معهم ان لازم كل الكلية تعرف ان عندهم عربيات ومش بيتخنقوا على البلايليست اللي هيشغلوها لما كل يوم واحد منهم يروح بعربيته بدل التلات عربيات مايروحوا نفس المشوار وفروا تلت البنزين وفضوا تلت الشارع وبقى كل يوم واحد بيتعب من السواقة واتنين مريحين التالب بقى قاعد يكلم صاحبته طول الطريق ملناش دعوه بيه واحد يجي يقول لي بقى بقولك ايه ميل عالدي اقول له بص يا باشا الفقرة ايه تصورت وعايز تزيعه لزيع كل العالدي موديلز ومخلصين جمعه اصلا بس الفكرة حلوة ايه رأيك ما تيجوا نعمل كده حلو الفيديو لطيف وبسيط كده بس ممكن الناس تسأل حضراتكم وتقول لكم هنا بردو يعني انتم تدعوا لحاجة مستحيلة شوية او ان يعني يعني ايه مثلا احنا كتلت بيوت او كتلت شاباب مثلا من مناطق مختلفة ولا كده ازاي هنشترك في عربية ولا هم يعني زميل في الكلية هم مقصود بيها انه ازاي انا قدرت ان انا رايح نفس الطريق ونفس الوقت بتاعي فانا ممكن الحوالي يروحوا معايا في نفس يعني دي حاجة تتك مطبقة برة في برامج على الموبايل معمولة انه انه زي كريم والشركات السيارات دي انه بيقول انا طريقي كذا بروح مساحة كذا كذا وفي بعض الاماك في بعض الدور مثلا في نيورك مثلا في شوارع بتتقفل ممنوع عربية يمشي فيها فرد واحد ممنوعة من الساعة كذا للساعة كذا فحتى لو هم مشي صحاب ممكن يركبوا مع بعض في يوم ويرجع تاني يوم اتنين تانين او تلاتة تاني يعني يركبوا في عربية حد تاني بالزبط طبعا ده يخفف الزحمة وقال الاستهلاك حتى اوفر للمجموعة اللي ركبت طيب احنا ممكن كمجتمع نعدل سلوكياتنا دي ولا صعب نستجيب لحاجات زي دي لان احنا مش متعودين عليها هو يعني المنطق بيقول احنا لازم نعدل قبل ما تتفرض علينا غصبا عننا نعدل يعني يعني اللي خلى مثلا عسار الكهربر تفعد فغصبا عن الناس بدأوا يخفضوا يخفض استهلاكك يعني بدأ ما تفتح التكييف وتمشي برا وضع بقاطفيه فهو كده بقى غصبا عنه لازم هو يخفض المفروض احنا نعمل كده في المي حضرتك احنا شوف انت الشوارع الناس مليانها مية بالرشو عربيات بيخسلوها يسيب الحلفية مفتوحة وبيعمل حاجة تانية فقلالها شويتين كمان فنتدي نقصت في المية حتى ده حرمانية يعني يعني اسراف دي كلها حرمانية مش عشان المية رخيصة نعمل كده يعني لو احنا اتجاهنا بسلوك ايجابي ممكن ده يساهم في تخفيض الازمة شوية او ان الناس ما تبقاش حسة بالوضع الاقتصادي بالصعوبة اللي احنا حسناها دلوقتي اهي دي حضرتك دي ازمة في حد ذاتها لانه انت اما انا اوفر كيلو وات واحد في مية مليون مواطن بيستعملوا فتعنا مية مية مليون كيلو وات توفير يعني الناس بتبصي لها طيب انا عايز قبل ما نكتب مع حضرتك كنتوا عاملين حملة برضو اسمها نسند معك اه تمام دي ايه الغرض منها دي احنا طلعناها بعد قرار التعويم وترشيد الدعم اه لانه بنطلب بقى من القطاع الخاص يسند موظفينه انه طبعا الاسعار غليت ومرتبات زي ما هي صعب جدا عالناس انها تكمل او تستحمل الفترة اللي جاية فطلعنا حملة اسمها هنسند معاكم بنقول القطاع الخاص لو سمحت تزود مرتبات موظفينك شوية قد ما تقدر او ادلهم حوافز بدلات غلاء معيشة علشان يقدر يكمل بيها الفترة اللي جاية في استجابة ولا احنا اول ما قلناها صراحة عملنا يعني كده مؤتمر دعينا فيه شركات جي في حوالي 150 شركة من كبار الشركات يعني واحنا بنستهدف بقى ان شاء الله قبل نهاية السنة نوصل لعشر تلاف شركة يعني منكلم ناس والله يوبي يستجيبوا وعملوا اكتر ما كنا متوقع يعني بالتوفيق دكتور وان شاء الله يعني ربنا يوفقكم فيه انا هقولك وهنسند معاك ومستنيني ان شاء الله المزيد وربنا يوفقكم يا رب اسلام عليكم نشكرك دكتور اسامة مصطفى مؤسس مبادرة انا هقولك شرفتان ونورتان شرفتان مشاهدينا خليكم معنا بعد الفاصل لنستقبل الدعية محمد جعباص ونتكلم عن الشك في حياة الانسان المسلم خليكم معنا بعد الفاصل